في البداية أو في الإنترو كنا بنتكلم على بطولة أفريقيا وإن شاء الله منتخبنا يشرفنا وحزوز منتخب مصر فعشان كده عبر زوم من ألمانيا عندنا مدرب كبير جدا 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 مدرب يمكن درب في ثلاث قرات درب في أوروبا في ألمانيا فعندها كبيرة جدا زي شتوتجارد، مونشن، جلادباخ، كاسروة على مستوى كمان أفريقيا درب المنتخب الكاميروني وحق معنا جهات أكثر من رائعة بالفوز بالبطولة الأفريقية في 2002 وكمان كاس العالم للقرات على مستوى أسيا كمان درب على العديد من الأندية الكبيرة إذا كان في الدوري الإماراتي أو في الدوري الإيراني وفي الدوري القطري كمان مدرب عنده سي بي أكثر من رائع ومدير فني رائع ألمانيا طبعا فين فريد شيفر طبعا المدير الفني أو المدرب الألماني سعداء بوجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي هير شيفر إيوه يا شيفر مساء الخير أنا أعرفك جيدا كابتن هاني رمزي من كايزر سلاوتن وكنت واحد من أهم وأفضل اللاعبين في البوندس ليجا أتذكرك جيدا كيف حال حضرتك سعيد بوجودي معك أنا اللي سعيد طبعا أنا طبعا سعيد طبعا لإني كمان زي ما بقول أنا كان ليا لقاءات كمان كنت موجود هناك في الدور الألماني وكان طبعا مع كاسروة وكان مع شتوتجرد وكان من علامات التدريب في المنتخب الألماني كمان المباراة يمكن المنتخب الكاميروني فاس فيها في بطولة أفريقيا 2002 كان كمان كان يعني لعبنا المنتخب الكاميروني وكان منتخب مصر خسر واحد صفر فأنا سعيد أن أنا بسمع صوتك وسعيد أنك موجود على شاشة أكبر نادي في أفريقيا وفي العالم النادي الأهلي شكرا جزيلا وأهلاكم تهانينا للأهلي بفوز بكاس السوبر الأفريقي فريق رائع ونجاح رائع أيضا يضاف لكتيبة النادي الأهلي النادي الأهلي دائما معروف بذلك بتتويج البطولات فريق بطولات أنا شفت ورأيت المباراة أمام باير ميونيخ أيضا الأخيرة في كاس العملندية كانت ممتازة رائعة صحيح يمكن بنتكلم كمان على مستوى طبعا إنجازاته مع المنتخب الكاميروني في 2002 والبطولة الأفريقية من وجهة نظر مدرب كبير رأيه إيه في البطولة الأفريقية القادمة ويعني خاصة نتكلم على منتخب الكاميرون اللي كان طبعا واحد من الأدار وفنيا وحزوز المنتخب المصري في البطولة الأفريقية القادمة بإذن الله بالفعل فوزنا على منتخب مصر 1-0 في مالي في 2002 كانت مباراة رائعة يورجون كلوب في هذا الوقت كان الصغير في السن وقتها وكان يشاهد ذلك ويتابع فعلا أنتم في هذا الوقت كنت تمتلكون لعبين رائعين بالفعل على مستوى كمان طبعا من النجوم الكبار اللي دربهم طبعا هيرت شيفرت انت دربتم يعني لعيبة على مستوى عالي جدا وحاخد على سبيل المثال طبعا سامول إيتو سامول إيتو وتقليده كرئيس للاتحاد الكاميروني شايفه ازاي من خلال تعاملك معك لاعب وشخصيته في تطوير القرى مش في الكاميرون بس لكن على المستوى الأفريقي كمان أنا أهنئ الكاميرون بفوز سامول إيتو بهذا اللقب وهذا المنصب الكاميرون محظوظة بوجود مثل هذا اللاعب وهذا النموذج الرائع سامول إيتو الذي سوف يقود التحاد الكاميروني تحاد الكرة القدم وسوف يطوره بشكل كبير أسق فيه وأسق فيه تماما كما نعلم في العاونة الأخيرة كانت هناك مشاكل كثيرة في التحاد الكرة الكاميروني وأسق في سامول إيتو في حل كل مشاكل وتطوير الكرة على المستوى الأفريقي كرة الأفريقية عايزة روح لي على المستوى ألمانيا وطبعا أكيد المنتخب الألماني وصعوده طبعا لنهايات كاس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين تحت قيادة هانز فليك يعني من وجهة نظرك الفنية الكبيرة هل هذه النسخة يكون هو المنتخب الألماني صاحب كاس العالم في عشرين اتنين وعشرين هانز فليك هو مدرب رائع فعلا حقق نجاحات مهمة في الفترة الأخيرة مع باير ميونيك على سبيل المثال في الفترة الأخيرة فاز ببطولات كثيرة تشامبيونس ليج وكل البطولات المحلية على صعيد البونس ليج والآن يدرب المنتخب الألماني وأنا أصدق فيه وأعتقد أنه سوف يحقق نتائج رائعة في كاس العالم القادم مع ألمانيا ولكن نحن لسنا على المستوى المتميز أو المعروف عن المنتخب الألماني لابد أن نعمل على ذلك ونصلح كل المشكلة مثل ما فعل الفريق الفرنسي منتخب فرنسا لابد علينا الشغل كثير ومهام صعبة نحن أيضا مع هانز فليك أيضا هانز فليك عليها أن يشتغل أو يعمل على ذلك لتطوير هذه المواهب التي يمتلكها الآن صحيح طيب نرجع تاني للدوري والمدربين الألمان وجود رالف ريندين طبعا على رأس القيادة الفنية للمان يونايتد شايف كمان تقلق المدربين الألمان الزائب في البريمير ليج وشايف مين يعني طبعا أقرب للحصول على هذه البطولة وكمان يكلمنا عن مستوى محمد صلاح في البريمير ليج السنة دي بكل تأكيد فعلا نمتلك لعبين ألمان مدربين ألمان كثيرين طوخل يورغن كلوب رالف فرانجي كما ذكرت المدربون الألمان فعلا ممتزون ومثقفون ودارسون بشكل كويس ودايما يعملون على ذلك كابتناني أنهم يدرسون ويتابعون ويطورون أنفسهم وكل ثلاث سنين كل ثلاث أعوام لابد عليهم أن يدرسوا ويطوروا نفسهم من ناحية العلم والدراسة ويردعون كل هذا واجب مهني عليهم لابد أن يواصلوا التعليم وتطوير ويدرسون في الأكاديميات المختصة من أجل تطوير نفسهم من ناحية الفنية من أجل تطوير كل قدم وهذا ما يمتاز به المدربون الألمان وهذا ما نراه من تحقيق نجاحات على المستوى أو الصعيد العالمي في البرائمال ليج هذه الآونة هؤلاء المدربون دايما ناجحون وهذا هو السبب من وجهة نظرية صحيح يمكن آخر سؤال بالنسبة طبعا لكيروش المدري الفني للمنتخب المصري وكان طبعا هيرشيفر أنت كنت مرشح من الأسماء المرشحة كمان ليه قيادة المنتخب المصري في الفترة الفاتت شايف إزاي حزوز المنتخب المصري ورأيك الفني فيه طبعا كيروش المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري أنا أعرف كيروش بشكل شخصي وتعرفته عليه في إيران أنا دربت الاستقلال فريق الاستقلال في إيران في إيران كان ذلك أنا دايما أتحدث بشكل إيجابي عن كيروش هو مدرب رائع ويمتلك قدرات قوية ورائعة ونحن كألمان دايما نتكلم بشكل عادل لا نتحدث بشكل سيء أو عن أي زميل من الزملاء دايما ندعم الزملاء أعرفه جيدا لابد عليها أن يعمل على تحفيز اللاعبين ويمتلكون الشجاعة الأكبر لتحقيق نتائج رائعة مع منتخب مصر أنا أعتقد مستقبل منتخب مصر هو محمد صلاح أيضا هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم في الفترة الحالية هو واحد من مصر يعلم ويعرف كيف يفكر المصريين وكيف من ناحية العقلية أنا أعتقد محمد صلاح في قطر عندما تصعدون وتمنى لكم الصعود لكس العالم سوف تؤدون بشكل رائع معمو صلاح هير شفر طبعا على مستوى الشخصي قد سعيد جدا بلقائك وسماع صوتك النهاردة وطبعا نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النادي الأهلي بنشكرك شكرا جزيلا يا هلو كابتن هاني رامزي أنا أعرفك مرة أخرى من كانتر ساوتن كما ذكرت وفي البوندس ليجا في المستوى الثالث كما تعلم فأنت تعلم ذلك جيدا كانت أيام رائعة فعلا شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا هير شفر